شركة آلزا للنقل تعترف بجبهة البوليساريو السبب الحقيقي وراء رفض مجموعة بريكس انضمام الجزائر إليها تعليق جزائري رسمي بعد الإقصاء من البريكس بلدان بريكس تجدد موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية رسالة من ماكرون للملك محمد السادس تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو لكن قبل أن نبدأ ندعوك بدعمنا بالضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد أحدث نشر عالم الجبهة الانفصالية بالموقع الإلكتروني لشركة آلزا الإسبانية للنقل بالدار البيضاء تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب قد تدخل مجلس مدينة الدار البيضاء بمجرد علمه بتصرف الشركة مما إذ طرها لحذف علم الكيان الوهمي من موقع الشركة على الإنترنت وبالرغم من إدعاءات الشركة أن الأمر يرجع إلى عطب تقني فإن هذا التصرف يؤكد أن الشركات الأجنبية المكلفة بالتفويد لتدبير قطاع النقل الحضري خصوصا شركة آلزا التي تستقوي ببعض الجهات للاستيلاء على قطاع النقل الحضري في المغرب لا يهمها إلا جمع الأموال وتحويلها لحساباتها المصرفية في الخارج دون أدنى اعتبار للمشاعر الوطنية للمغاربة وانتقد مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي استهتار شركة آلزا بالقضية الوطنية رغم أنها استحوذت على القطاع في المغرب وتمتص ميزانية الدولة والجماعة وجيوب المواطنين الذين ذاقوا درعا بدكتاتورية الشركة وطالبوا بطردها من المغرب تساءل متابعون عن أسباب رفض مجموعة البريكس انضمام الجزائر بينما تم قبول انضمام السعودية والإمارات ومسر وأشار الإعلامي الدكتور عبداللطيف يعسوب إلى أن رفض الانضمام كان متوقعا بسبب اقتصاد غير تنافسي وعدم تكتل إقليمي وعدوانية مع جيرانه كما أشار إلى تزوير أرقام الصادرات وعدم جدية النظام الجزائري ويرى أن رفض الانضمام يجب أن يدفع الجزائر لإعادة النظر في مواقفها بعد انقطاع العلاقات مع المغرب مشيرا إلى إمكانية أن يلعب المغرب دورا استراتيجيا قويا إذا توفرت الإرادة لتحقيق تكتل اقتصادي تنفسي مع بريكس وغيرها من التكتلات العالمية صرح وزير المال الجزائري العزيز فايد بأن بلاده قدمت طلبها للانضمام إلى منظمة بريكس بناء على إدراكها العميق لأهمية الالتحاق بتكتل الدول الأعضاء ويرى فايد أن انضمام الجزائر لهذا التحالف يمثل خيارا سياديا واستراتيجيا وتنمويا يسهم في تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين وأعلن الوزير الجزائري ذلك خلال خطابه في الجلسة الختامية لقمة بريكس حيث كان يمثل الرئيس عبد المجيد في هذا الحدث وأشار فايد إلى أنه تم اتخاذ القرار الهام بدعوة ست دول جديدة للانضمام إلى مجموعة بريكس مما يفتح الباب أمام انضمام دول أخرى في المستقبل القريب وقد أوضح فايد أن الجزائر تأمل في الاستفادة من تنوع اقتصادها ونموها المستدام الذين يشكلان أساسا لتعزيز التعاون البناء داخل المجموعة وأكد أن الخطوة تأتي في إطار رؤية بريكس لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يعزز التنوع الثقافية ويقف ضد التهديدات مثل الإرهاب والتطرف قرار توسيع منظمة بريكس الذي اتخذ في القمة شمل دولا جديدة في مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتنضم إلى الدول الأعضاء الحالية وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذا التحالف يسعى إلى تعزيز نظام عالمي يعتمد على التعددية ويتعامل بفعالية مع التحديات العالمية وللتذكير بريكس هو تكتل دولي يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند تأسس في عام 2006 بهدف تعزيز التعاون بين الدول النامية وتطوير نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب اعتمد قادة بلدان مجموعة بريكس خلال اجتماعهم بجوهانسبارغ يوم الثالث والعشرين من غشت الفين وثلاثة وعشرين إعلان جوهانسبارغ الثاني الذين أكدوا في تشبثهم بتعددية الأطراف وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يدافع عن الوحدة الترابية ويدعو إلى عدم التدخل في شؤون الدول وإلى التسوية السلمية للنزاعات وأشدد الإعلان على أهمية التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية وفقا لقرارات ومعايير مجلس الأمن الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع المفتعل وأكد الإعلان بشكل واضح على رجاحة موقف المغرب الذي لم يفتأ يلح على ضرورة احترام ودعم هذا المسلسل الذي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة بشكل حصري ويشار إلى أنه بعد أن تبرأت مجموعة البريكس من محاولتها اليائسة للإضرار بمصالح المملكة تجد الجزائر وصانعتها الانفصالية نفسها محاصرة بالشرعية الدولية التي لم تتوقف أبدا عن محاولة انتهاكها فقد منيت المناورات البائسة للجزائر مرة أخرى بالفشل الذريع وذلك بعد الدعوة الواضحة والصريحة لمجموعة البريكس إلى احترام المسلسل السياسي الذي يتم تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالإضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى البلدان الإفريقية أو في كافة أرجاء المعمور يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تستجيب بشكل تام لكافة معايير البراماتية والواقعية والتوافق والاستدامة التي يقرها مجلس الأمن وفي هذا الصدد يعتبر مجلس الأمن أن استئناف العملية السياسية لا يمكن أن يتم إلا في إطار الموائد المستديرة بمشاركة كاملة من المغرب والجزائر والبوليساري وموريطانيا ولا يمكن حصول أي تفاعل بين الأطراف بشكل جماعي دون الاحترام الدقيق لهذا الإطار الذي وضعه مجلس الأمن وقد قُبلت محاولة إدراج هذه القضية في المناقشات بالرفض من قبل أعضاء مجموعة البريكس ولم يشر إليها أي منهم في تصريحاتهم الرسمية وبالتالي فقد رفضت هذه البلدان التي لا تعترف أي منها بالكيان الوهمية بكل وضوح استغلال مجموعة البريكس كآدات لخدمة القضايا الخاسرة إن هذا التأكيد القانوني يشكل درسا لأولئك الذين يسرون وحيدين معزولين في زاويتهم على إعطاء صدى دولي لفكر موغل في الإنعزالية على إعطاء صدى دولي لفكر موغل في الإنعزالية ويظهر موقف البريكس هذا تمسك المجموعة على الرغم من محاولات التدخل الأجنبي بعلاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المملكة وبالفعل يرتبط المغرب بشراكات استراتيجية مع ثلاثة من بلدان مجموعة البريكس الخمسة وأيضا علاقات ديناميكية وقوية مع البرازيل في إطار تعاول متعدد الأبعاد يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والفلاحية والتجارية كما أيدت القمة وسجلت الرفضة المهين للترشح الجزائري الذي لا يتوفر على أي من الشروط المطلوبة للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناجحة علاوة على ذلك لم يرغب الرئيس الجزائري ولا رئيس وزرائه ولا حتى وزير الخارجية في تمثيل بلادهم في المؤتمر ومواجهة هذه الإهانة على الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط الجزائر بنظام بريتوريا لقد اتخذت مجموعة البريكس اختيارات واستراتيجيات تتناقض على أقل تقدير مع التطلعات التي أظهرتها الجزائر وسط ضجة كبيرة لتصبح عضوا في تجمع يبدو أن التقارب معه في نهاية المطاف ضئيل للغاية توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون وذلك بمناسبة عيد الشباب في هذه البرقية تقدم السيد ماكرون باسمه وباسم الشعب الفرنسي بتهانئه لجلالة الملك وللأسر الملكية الشريفة ومتمنياته بالمتقبل المزدهري للمملكة المغربية وأكد الرئيس الفرنسي أن الصداقة العميقة والراسخة بين بلدين هي أفضل إرث لماضينة مضيفا أن الاحتفال بعيد الشباب يعد مناسبة قيمة للإشادة بالعمل الحاسم الذي يقوم به جلالة الملك لمواصلة تحديث المغرب أمهلت وزارة الخارجية في النيجر الجمعة السفير الفرنسية 48 ساعة لمغادرة نيامي في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب السادس والعشرين من يوليوز وباريس وأكدت الوزارة في بيان أنه نظرا لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى إجراء مقابلة الجمعة وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيليفان إيت والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية منهيدة لفرنسا في نيامي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم أواخر الشهر الماضي واتهم المجلس العسكري فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في النيجر بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة ودفع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لفرض عقوبات على نيامي والتلويح باستخدام القوى ضدها لإعادة الانتظام الدستوري إلى البلاد ورفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة السفيرها معتبرة أن الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم مثل هذا الطلب وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرنس بريس إن فرنسا تبلغت بطلب الانقلابيين مضيفة أن الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة ومنذ الانقلاب تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل السلطة الرئيس المنتخب ديمقراطي المحمد بازوم المحتجزي حاليا في القصر الرئاسي سبق أن رفضت فرنسا في مطلع غشت إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الجهاديين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الإفريقية وإلونا عزاء المشاهدين تنتهي هذه النشر الإخبارية فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب ونراكم في النشر القادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة